كم من الشباب يعني هذا الكلام سمعته وما أقوم من واحد واثنين وثلاث لا بالعشرات كثير من الشباب عندما يأتي يقول يا شيخ عندي مشكلة والله الآن أصبح أول ما يختر في بالي أنه شيخ أشعر بضيقة في حياتي في نفسي في قلبي لأني أعصي الله لأني أفعل كذا معادلة كثيرا ما تتكرر في حياة الشباب أشعر بضيق لأني أعصي طيب المسألة إذن واضحة تعس عبد الدينار هي هذه لك أنت أصبحت معبدا للدنيا للشهوات الملذات فتجد التعاسى في حياتك تريد تجد طعم الحلاوة الحقيقية السعادة الحقيقية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذه الحياة الطيبة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح مساكين كما قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منه وما ذاقوا أحلى ما فيها قيل وما أحلى ما فيها قال محبة الله ومعرفته وذكره والله هذا ما يساوي شيء من متاع الدنيا حتى قال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ما يتخيل أن هناك سعادة مثل هذه السعادة التي هو فيها حتى يقول ممكن نعيم الجنة قريب من هذا النعيم حتى قال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من لذة الإيمان حلاوة القرآن الخلوة في عبادة الله في قيام الليل العطش والجوع عندما تكون صائما لله وتفطر تفرح بفطرك تفرح بالأجور والحسنات والله هذه فرحة ما تعادلها شيء في الدنيا هذه حلاوة ما تعادلها حلاوة في الدنيا عندما تسجد بين يدي الله ما يراك أحد في ظلام الليل وتشعر أن الله قريب منك والله يقول لك من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه تشعر بي قرب من الله وشوق للقاء الله لما تقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ما تكون هناك لذة أحلى من هذه اللذة عندما تكرر ذكر الله لا إله إلا الله الحمد لله تشعر بطمأنينة في قلبك ما تشعر بها أبداً في أي موطن من مواطن الدنيا وشهواتها هذه الحالة الحقيقية فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعسى عبد الدينار إذن في المقابل يشعر بالنعيم من عبد الله وحده حقاً تنعم عبد الله عبد الرحمن الذي يعبد الله ويعيش لله حياته لله الله هذا الذي يتنعم في حياته النعيم المقيم الحقيقي